شهد الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية الحفلة الذي أقامته وزارة الداخلية مساء أمس في قلعة الشرطة بمناسبة يوم شرطة البحرين وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين والضباط والمتقاعدين ولدى وصول معالي كان في الاستقبال سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام حيث تم عزف سلام معالي وزير الداخلية سلام الفريق سلام قف شكرا طبار جمبان سلام بعدها بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقد ألقى الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة يسرني وببالغ الفخر والاعتزاز أن أرفع بإسمي ونيابة عن كافة من سوبي وزارة الداخلية أسمى آيات التهاني وأقلص التبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الرئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح وذكرى تولي سيدي حضرة صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وفي ظل هذه المناسبات الوطنية يأتي يوم شرطة البحرين يوماً للاعتزاز والفخر والإنجاز والتشرف بخدمة الوطن والنهوض بالواجب الأمني يوم معزن وعطاء يوم تجديد العهد والولاء لقائد مسيرة الإنجاز الوطني سيدي حضرة صاحب الجلال الملك المعظم حفظه الله ورعاه مستلهمين العزيمة وقوة الإرادة من توجيهات جلالته والتي تمثل الركيزة الأساسية في حفظ الأمن وصون المنجزات الوطنية شاكراً ومقدراً ما تلقاه شرطة البحرين من دعم ومسادرة واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي الأهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الحضور الكرام إن الاستقرار الأمني نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى تدخل الطمأنينة والسعادة في نفوس الجميع يشارك المواطنون العزاء في الحفاظ عليها وفي استدامتها من خلال الشراكة المجتمعية ودورها المتميز في تحقيق الأمن المجتمعي لتبقى البحرين آمنةً مستغرة بفضل إخلاص أهلها لوطنهم والالتزام بوحدته والحفاظ على تماسك شبهته الداخلية وفي يوم شرطة البحرين فإني أشيد وبكل اعتزاز بما تحقق من إنجازات أمنية تؤكد الإصرار والعزيمة وجولة التخطيط ودقة التنفيذ والتي قادت إلى كسب ثقة المواطنين وتعاونهم مما ساعد في انخفاض المعدل العام للجريم بشكل غير مسبوك تجسيداً للمسئولية التي تنظمها المعادلة الأمنية بين المواطن والشرطة في حفظ الأمن والنظام العام كما أعرب عن اعتزازي بما تحقق من نتائج متميزة في مسار حقوق الإنسان ومنها تطبيق مشروع الأقوبات البديلة والسجون المفتوحة وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب الأمني والعلمي وإطلاق برامج تأليمية وتدريبية متقدمة بما في ذلك برامج الدراسات العليا بالأكاديمية الملكية للشرطة بالإضافة إلى ما تم استحداثه من خدمات فاعلة من قبل مختلف الجهات الفاعلة بالوزارة ولم يكن هذا الإنجاز إلا حصيلة الجهد والتفاني في أداء الواجب وتقديم التضحيات مستذكرين في هذه المناسبة شهداء الواجب وما قدموه لوطنهم من تضحيات إنسانية نبيلة تظل دائماً في الوجدان تخلدها الذاكرة الوطنية لتبقى زاداً للأجيال ونوراً للمستقبل داعياً الله العلي القدير أن يتغمر شهداء الواجب بواسع رحمته وأن يجمعهم مع الصديقين في جنات النعيم وأن يجزي ذويهم أجر الصابرين الحضور الكرام مهما كانت التحديات فإن العزيمة الصادقة والإرادة الوطنية ستبقى السد المنيع لحفظ أمن الوطن لينعم أبناءه جميعاً الطمأنينة والسكينة والاستغرار وإن نهجنا الأمن للمرحلة المقبلة يضع في الاعتبار التهديدات والتحديات المستقبلية وخصوصاً تلك التي استفادت ووظفت تقنية المعلومات الحديثة الأمر الذي يتطلب منها تبني استراتيجية أمنية متطورة تتضمن إعداد الكوادر الأمنية القادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات والتحديات الأمنية المستقبلية الإخوة والأخوات الأعزاء منسوبي وزارة الداخلية سيظل الرابع عشر من ديسمبر من كل عام يوماً لتحية عطاءكم والاعتزاز بما تقدمون في حفظ أمن الوطن وسلامته ففي كل مرة توكل لنا مهمة أو مسؤولية وطنية أتذكر مواقفكم المشرفة وما تتحلون به من انضباط وكفاءة من أجل رفعة البحرين فأتوكل على الله وعلى إخلاصكم وتفانيكم في العمل فأنتم مصدر فخري واعتزازي عبر مسيرة العطاء الأمنية فقد عرفت ثباتكم في أدق الظروف العملية وعرفت أخلاصكم بتضحياتكم الكبيرة وبفضل من الله وتوفيقه فإننا نجتمع اليوم رؤوسنا مرفوعة حافظونا لعهد والقسم لتبقى راية الأمن خفاقة في سماء المجد بإذن الله شكرا حفظ الله البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيارة قائد الوطن وحامي قيمه الإنسانية وهويته العروبية المسلمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقد قدمت الفصائل المشاركة في طابور العرض استعراضا ميدانيا للمهارات العملية أظهرت خلاله كفاءة وانضباطا متميزا موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم لك المترجم لك المترجم لك المترجم لك المترجم لك المترجم للقناة المترجم لك المترجم لك المترجم لك المترجم للقناة المترجم لك هذا وقد المترجم لك المترجم للقناة المترجم لك المترجم لك المترجم لك المترجم لك المترجم لك